مهارات التواصل اللغوي والاستماع حتى تفهم المغزى طبعا عملية الاتصال كما قلنا من مرسل إلى مستقبل إلى قناة الاتصال مهارة الاستماع بمعنى أن تركز في ما يقال لك من معلومات طبعا أن تنظر إليها أو أن تفكر فيها في تفكير الناقض بمعنى إن قيل لك أي معلومة من المعلومات لأن الحقيقة بعض المعلومات تجدك أنك تسمعها مباشرة ثم تمر عليك مرور الكرام ولا تستطيع أن تفهمها أو بمعنى لا تركز فيها ذاك التركيز لكن مهارة الاستماع أن يتعلم الطالب فيها أن تتعلم أنت فيها المعلومات التي تريد الحصول عليها أهم المعلومات التي تريد أن تحصل عليها بمعنى أن تستمع إلى متحدث استماع الناقد بمعنى أنني أفهم المعلومات فهما كاملا يعتمد في هذا الاستماع طبعا هي عبارة عن كثرة التدريب والتكرار وغير ذلك هذا الذي يعود الطالب على الاستماع الذي يسمى الاستماع الناقد بمعنى أنني أستمع لا أريد أن أبحث عن رد إجابة وإنما أستمع حتى أحاول تحديد إطر الموضوع تقويم الموضوع تذكير الموضوع أو النظرة الشاملة أو معرفة الهدف وهو أهم شيء بمعنى أن تحدث أحد في موضوع من الموضوعات لابد أن تستمع إليه بإنصات وبتركيز طبعا لمعرفة الهدف ما الذي يريده من هذا الحديث ثم تبدأ بتركيز الجوانب التي يتحدث عنها بعض ذلك طبعا أن لا تفكر في الرد بباشرة في حديثك وفي استماعك وفي معرفتك لذلك لأنك إن فكرت في الرد وهو يتحدث لن تستطيع معرفة باقي الأفكار وسيشغل تفكيرك ذاك الرد لكن الأصلة أن تستمع إليه استماع الناقد الحريص المحاول على فهم المحتوى كاملا أو على المغزى كاملا طبعا حتى بناء لها عملية التركيب كما أنت تعرف عملية التعلم الكثيرة في التحليل والتركيب والتقويم ثم يعني الاستنتاج هذه المفترض أن تعرفها بداية سماعا طبعا فرقه قلنا بين السماع وبين الاستماع فأن تسمع أصوات كثيرة تمروا على أذنك لكن الاستماع هو التركيز والإنصات أعلى منه طبعا كما قال الله عز وجل في كتابه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الاستماع والإنصات والاستماع بمعنى إعطاء الفكر الكامل إعطاء الفكر الكامل في الموضوع وذكر الهدف مما ذلك أو محاولة معرفة خلاصة ما يدور في هذا الكلام بمعنى التركيز التام ثم بعد ذلك استخلاص المعلومة هذه مهارة يدرب عليها دائما من الطلاب حتى يستطيع الطالب أن يعرف خاصة حتى في اللغات حتى في اللغات الأجنبية أو أي لغة غير اللغة التي كان يتكلم بها الطالب فإن تعلم بها وكما تعرفون مثلا في اللغة الإنجليزية وأخذنا مثلا الليسنينج أو السماع هي أهم مرحلة في تعلم في تعلم اللغة بمعنى أن الطالب يأخذ ترك المادة ثم بعد ذلك يعني يدرب على على الاستماع فإن لم يتقن هذا الجانب الاستماع معنى يستخلص خلاصة ما يريد أو الهدف الذي يريد أن يتحدث عنه هذا القارئ أو الكاتب بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أخرى وثم يعني معرفة خلاصة المغزى من الحديث خلاصة الكلام خلاصة الهدف ما الذي يريد أن يتحدث عنه فكر أن أنظر إلى الجوانب أو الموضوع الذي أنا أتكلم عنه مثلا من كل الجوانب أن تحدث إليك شخص من الأشخاص فترات طويلة ثم جلسته أنت وإياه تستمع في النهاية أنت ستخرج بخلاصة الحديث الذي يريده بمعنى أحيانا تجد أن الحديث متشعب كثيرا لكنك أنت في استماعك هذه المهارة التي تعلمها تتقن فيها معرفة الهدف من هذا الموضوع يغذي النظر عن تشعباته وإنما معرفة خلاصة الهدف من هذا الموضوع ومعرفة أوله وآخره وكيف يعني صاغه أو من الذي يريد أن يوصله إليك هو خلاصة وهو الهدف من معرفة ذلك لذلك هنا وقلنا مهارة الاستماع مهمة جدا في أن تركز في معرفة الأفكار الرئيسية التي يريد أن يتحدث عنها المتحدث مثلا أو ملقي أمامك أو حتى في قراءتك أو في الكتاب يعني معنى أنك في قراءة قلنا استخلاص الفكرة الرئيسية وكذلك في الاستماع هنا تركيز التهم معرفة جوانب أن تركز لأجل الردل معنى قالوا يعني هم تحدثوا قالوا إن ركزت من أجل أن ترد مباشرة فإنك قد تتشتت ولا تعرف لكن الإنصات والاجتماع التام وإعطاء الأفكار الحواس طبعا ليس فقط بالسمع أن تسمع فقط وإنما أن تسمع وأن تفكر وأن تركز وأن تحاول تبذي الجهد حتى تحصل على المعلومة أو حتى تحصل على ما يريد وهذا وهي طبعا مهارة تكتسب بالتكرار الكثير لاحظ معي هذا النشاط يقول حديث الناس حولك لاحظ حديث الناس حولك في منزلك مع أصدقائك في المشاهد والحوارات التلفزيونية منزل أصدقاء أو مشاهد لاحظ هنا موقف احترمت فيه أداب الاستماع بعض الموقف تجد فيه أداب الاستماع ومقصود بها الإنصات بمعنى كلما كنت مستمعا جيدا كلما كنت متحدثا جيدا هم يقولون هذه قاعدة بناء عليها كلما استمعت استماعا كاملا كلما استطعت بعد ذلك أن تسلسل أفكارك وأن تتحدث وأن ترد كلما كنت مستمعا غير جيدا لم تستطع الحديث لذلك هم تجد في اللغات الأجنبية وفي تعلمها أهم مهارة في تعلم اللغة اعتمد على السماع عند الطالب هنا لاحظ موقف احترمت فيه أداب الاستماع محاضرات المحاضرة عادة يحترم فيها أداب الاستماع لكن قد يتحدث المحاضر ساعة ساعة وساعتين وثلاث ثم يخرج اثنان من هذه المحاضرة أو يخرج اثنين من هذه المحاضرة يعني يخرج طالبان في هذه المحاضرة ولم يستمع أو يخرج اثنان هم الوحيدان الذين فهموا المغزى كاملا خاصة من ذلك المحاضرة على رتم واحد وفيها شيء من من الملل والرتابة بمعنى أن طالب بطبعه طبعا قم قالوا أن الأصلح حتى في تعليمنا نحن أنك مستحيل أنت أيه الطالب أن أجلس معك تقريبا 45 دقيقة أتكلم بوتيرة واحدة أو بأسلوب واحد وبكلام واحد من دون أن تمل أو تسرح أو تخرج أو يفتف قد شيء من التركيز لكن مهارة الاستماع تعلمك على التركيز التام في الحديث الذي يدور معنى في كل الحديث الذي يدور وما الذي يريد هذا الكاتب أو هذا الملقي أو هذا المتحدث أن يعطيني لاحظوا هنا موقف احترمت فيها أداب الاستماع هنا هي في المحاضرات وأيضا في الأحاديث الإذاعية بمعنى الإنصات التام وفي الاستماع البرامج العلمية والأدبية مواقف انتهكت فيه أداب الاستماع في بعض اتجاه المعاكس طبعا هنا ذكر اتجاه المعاكس مقصود به البرنامج الحواري الذي كان يأتي فيه قناة الجزيرة الاتجاه المعاكس الذي يصير بين الضيوف حوار بعض الحوارات تجد هذا يتكلم وذاك لا يكمي الكلام حتى يرد عليه إلى آخر بمعنى موجودهم ليس لهدف الاستماع وإنما هدف الرد والتجريح وما إلى ذلك مناظرة فكرية أن تكون هناك مناظرة أيضا هنا هذا المواقف تهكت فيها أداب الاستماع مناظرات إن ازدادت حدة المناظرة تجد المتناظرين كل يبدأ بذكر رده قبل أن يسمع أو قبل أن يكمل سماع ذاك الرد أو سماع الطرف الآخر في كلامه في الندوات السياسية والانتخابية هذه المواقف التي دائما ينتهك فيها أداب الاستماع طيب عندما نستمع إلى شخص ويتحدث فإننا نتأثر بنسبة 7% طبعا هنا قالوا أن ليس السمع فقط وإنما السمع وبعض الحواس الحواس الأخرى تدعمها كحاسة رشارة الحديثي الآن أنا لا أتكلم بصوت فقط وإنما أتكلم مثلا بحركة نظرك في وجه المتحدث مثلا أو الملقي أيضا أدعى إلى الفهم أكثر فهنا عندما نستمع إلى شخص يتحدث فإننا نتأثر بنسبة 7% مضمون حديثه 38% بنبرة الصوت ودرجة الحدة يعني الصوت رفع الصوت وخفضه هذا يؤثر كيف تكفرون بالله قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يوميتكم هنا استفهام لكن أنت فهمت منه أيضا حتى في حديثك أو حتى في قراءة القرآن أنه استفهام غرض الإنكار كيف تكفرون بالله معنى المستغرب لأن الكفار أصلا أنكم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يوميتكم ثم يحييكم فهو الله سبحانه وتعالى يعني خرج هذا الاستفهام إلى غرض آخر فنبرة الصوت أحيانا تفهم منها ذلك حيانا حركات الجسم لاحظ حدة الصوت وارتفاعه وخمسة وخمسين في المائة بما تظهره حركات الجسم وعلامات علامات الوجه حركات الجسم وعلامات الوجه يتأثر فيها معنى إن كنت جادا في معرفة موضوع من الموضوعات أو في استماع من الاستماعات أو في تلقي معلومة من المعلومات هذا الهدف لابد أن تكون مركزا ملقيا بالا بمن يتحدث أمامك ويعطيك تلك المعلومة حتى تستطيع فهم النص ككامل فهم النص فهما جيدا أو اطلاع على كامل الموضوع في حديثك طيب تأمل حوارين وفكر فيهما مليا ثم حاول أن تستكملهما دهنيا طبعا لاحظ هنا الاستماع وقدرته خالوا في الاستماع وقدرة الاستماع ومهارة الاستماع أن يعرف الطالب فيها كيف يستذكر أن تعرف بمعنى أنني عندما أستمع إلى موضوع من الموضوعات حتى لا أنسى تلك الموضوعات قد أدون ثم أبدأ وأنا أسمع هذا الموضوع أسترجع بعضها بعضا مما ذكر خاصة إذا كان والله موضوع طويل فأنا أحاول قدر إمكان أن أجمع منه تلك المعلومات ثم أسترجعها حتى أرتب الأفكار لكن لا أن أسمع فقط وأتركه لا وإنما وأنا أسمع هذا المتحدث في حديثه أو هذا الملقي علي هذا الموضوع لا بد أن أعرف فيه بداية الموضوع ونهايته أو وأنا أحاول وهو يتكلم وهو يتحدث وهو يلقي هذا الموضوع عن أستذكر أغلب الموضوعات التي التي تقال أبدأ أستذكر وأسترجع ذلك حتى أربطها مع بعضها البعض لاحظوا معي هنا يقف طالبان أمام زملائهما ليمثل أحدهما حداث الحوار ويراقب زملائه بمجرات حديث ونتائجه يمكن تكرار العمر طبعا هذا بعض الأنشطة التي كانت نستخدمها مع الزملاء في حديثهما أن يتكلم هذا الطالب ثم يسأل طالب آخر ويعني ما الذي يتحدث عنه إن كان مركزا سيعرف ومع التدريب والتكرار أنه تجد في كل مرة يعطيك معلومة أخرى غير المعلومة المذكورة وأحيانا معرفة المغزى من الموضوع يعني الاستماع الجيد مستمع الجيد يعني المهارة الاستماع تعلمك معرفة الهدف أحيانا قد لا يكون على ظاهره أو على إطلاقه وعندها تكون معلومة سابقة أو معلومة مباشرة وإنما المعلومة تفهم من خلال هذا الموضوع بشكل عام بشكل بشكل عام لاحظ معنا هنا في الحديث أنا في غاية الأسف وشد الندم على ما حدث لكن صدق إنما كن أقصد إيذائك في حديثهم طبعا وأخطأ فيه آسف لادم ما نفعوها الآن هذا شخص آخر يرد عليه لكن هذا جدا من من يصاحب السفهاء ثم يرد عليه آخر هذا الاثنان أنت قلت ها سفهاء فعلا لقد كنت سفيها لحظته أعرف أني ندمي وأسفي لا يقدم لك نفعا لكنه على كل حال لا يضيرك مع لا يضرك ويمكنك أن تقتلح الأسلوب المناسب بالتعبير عن أسف ما يرضيك لماذا أنت حساس إلى هذه الدرجة لاحظ هذا الثاني هذا الشخص آخر اثنان كل واحد أخطأ على آخر لكن كل واحد له رد لماذا أنت حساس إلى هذه الدرجة أمر بسيط هل تريد أن أتأسف لما حدث وأنت لماذا أنت بهذه الوقاحة أتعلم أنني لم أرى شخصا أكثر دنائة منك لاحظ لاحظ العبارات مع هنا من نتيجة بالأسباب هنا أجل يا صديقي لم أكن مازحا عما حدث لم أكن مازحا عما حدث يعني أنهم بمعنى أن ذكر الكلام فيه تهكم والسخرية وعرفت أنت مغزى هذا هذا الشخص في غضبه هنا الثاني ما كنت تتصور أنك بهذا الشعور النبيل لقد ازددت عجابا بك وإخلاقك وأنا أكرر لك اعتذاري لما بدر مني وشكرا لاحظ لاحظ عبارة أخرى ما النتيجة الأولى أن تكون هناك بينهم إيش وقام وتواد هذا أخطأ ثم اعتذر بسلوب بسلوب الراقي ثم فهم أيضا هذا الشخص أن الكلام لم يكن له هدف الإساءة والتجريح وإنما قد قيلت وحين بعض الكلمات تخرج عارضا مثلا الثاني لا معنى أن الثاني لاحظ معي في نتيجته الاعتذار والشكر ثم قال فهم الأخر بشكل صحيح من ندم عنه وصدر من سوء في البداية لم يفهمه فصدرت منه كلمات وتسرع نحن قلنا إذن من بدايته بل إنك تركز في كلامه حتى ينتهي يعني ترى الحكم المباشر في أول ما يذكر قد يكون الحكم خاطئ بمعنى لم يكمي الكلام ولا بد أن يعطيك الهدف كاملا أو المغزى أو المعنى كاملا ثم بعد ذلك تستنتج أنت ما الذي يعني يريده في هدفه لأن الحكم الأول قد يكون خاطئ فألا تصدر حكام مباشرة ولذلك قالوا ألا تفكر في الرد من أول ما يتكلم الشخص أن تسكت وتستبع بلاه وبإنصات بعد ذلك بعد أن ينتهي تفكر في كيف ترد عليه طيب هنا حتى تكون مستمعا جيدا ومعرفة الموضوع وحتى تبني هذه المهارة ومعرفة طبعا هذه المهارة تفيدك في كل المواد في أغلب الموضوعات وقلنا حتى في تعلم اللغة يعني لماذا يحتمون مثلا في تعلم اللغة الإنجليزية بما يسمى باللسنينج لسنينج الاستماع النص الاستماعي ثم يعطيك نص ويتكلم يتكلم سريعا ثم بعد ذلك يبدأ يعطيك بعض الأسئلة حتى يعني تستمع إليها أو حتى تجيب بناء على استماعك هل كنت مستمعا جيدا واستطعت أن تركز فيما قيل ثم تجيب وقد تكون هذه الأسئلة ما بين السطور بمعنى المستمع الجيد هو الذي يدرك المغزى والفهم والهدف لا أن يعني يعطيك فقط يعني إذا افترضنا أنك تكتب مسألة وتستمع إلى الأخبار استماعك صحيح أنها تأتي معلومات وتأتي كلام ومثلا المذيع للأخبار يعطيك بعض المعلومات حتى لو كان هناك حوادث كبيرة هذا الاستماع لا يكون استماعا منصة كاملا إن سؤلت قد تجيب لكنك لن تجيب عنه بشكل دقيق وبشكل كامل بعكس أن كنت مركزا أكثر قرر أن تستمع كن عن استماع أحرص منك على الكلام لأن قالوا من كان استماعه استطاع بعد ذلك الحديث معنى قالوا المتحدث الجيد هو منصة جيد فالإنصات بداية الاستماع بداية معرفة الأفكار معرفة العقول الأشخاص معرفة الهداف التي يريدها هنا يبني فيها ثقة لمعلوماته يطور نفسه يستطيع على ذلك أن يتكلم وأن يرتب أفكاره لكن إن فكر مباشرة في رد مثلا لا يستطيع على ذلك أن يفهم المغزة قد يكون الرد الذي يستخدمه في بداية الأمر مخالفا مخالفة كاملة لما سبق هنا تخلص من تحيزاتك وأحكامك المسبقة معنى تصدر حكم وهو يتكلم استمع عليه بحياد بمعنى لا تضع في ذهنك أحكم على شخص لو حكمت على شخص بأنه سيء خلاص مباشرة من أول ما يتكلم حتى لو كان كلامه صحيح أن هذا الكلام كله قد لا أحكم عليه حكما جيدا لأنني أنا أخذت انطباع فكرة أنا لا وإنما أفرغ ذهنك من كل الانطباعات فإذا تكلم استمع عليه استماعا الخالي الذهن يعني هم يقولون العرب في الأخبار إذا جاءك شخص وقال وعطاك خبر وقال والله فلان نجح هذا الخبر خبر هذا الخبر يحتمل الصدقاء ويحتمل الكذب إن كان خالي الذهن فإنه سيصدق أو يكذب إن كان صحيحا طبعا يصدق وإن كان خاطئا يكذب متى يأتي مؤكدات فالعرب تستخدم مؤكدات إن أحس الشخص المتكلم مثلا معك وقال والله أنك فيها شيء من الشك فأنا سأؤكد إما بإن مثلا أقول إن محمد النجح أو إذا أنكر أو شك وتردد فأنا أعطي مثلا حلف أقول والله إن محمد النجح هذا هذا للتأكيد أكثر لكن غالب المستمع الجيد يكون خالي الذهن بمعنى أن يأخذ أخبار ثم يصدقها كما هي بعد ذلك يبدأ في الحكم بعد أن ينتهي المتحدث هنا يجعل الاستماع هدفا إيجابيا يعني يجعل الاستماعك إيجابي ممعنى إيجابيا أنني أستخلص الفائدة ما الذي يريد أن يتحدث عن هذا الشخص ما خلاصة كلامه النظرة التفاؤلية النظرة الإيجابية تستطيع فيها إصدار الحكم بعد ذلك حاول أن تصل إلى لب الموضوع و اللب المقصود به الهدف الرئيسي من كلامه أنا أتكلم بالساعات الطوال في النهاية ما الهدف ماذا تريد أن تصل إليه يعني لا بد أن تفكر في ذلك إذا استمعت إلى موضوع أو إلى محاضرة ما الذي يريد أن يعطيك إيه ما هي الفكرة التي يتحدث عنها الرئيسية ثم على ذلك تربطها بأول موضوع وآخر هذا الأصل في الاستماع إن كنت طرفا في الحديث يمكنك توجيه بعض الأسئلة بهدف توجيه الحديث أو الاستفسار يعني إذا كان فيه شيء من الندوات أو شيء من الحوار هذا شخص وهذا يرد عليه هذا الأصل ومن أفضل أن تلخص وجهة نظرك محدثك قبل أن تعقب عليها ببعناء قبل أن ترد تعطيه مثلا وجهة نظره كما فهمتها إن كانت خاطئة قد يغيرها النقطة الأخيرة في الاستماع إن كان الحديث عاما كما في المحاضرات الدروس يعني شخص يلقي محاضرة أو يلقي درسا وحديثه حديثا عاما فيمكنك تدويل الأسئلة من الصعب أن يكون فيه حوار في حوارات قريبة تستطيع الرد يعني بعد أن ينتهي ثم ترد عليه لكن في الحديث العام تكتب ما يتبادل يذهنك من أسئلة قد وأنت تستمع إلى هذا الشخص في نهاية الحوار وفي نهاية الحديث تعرف الهدف فحيانا قد تأتي الإجابة متأخرة آخرها هذا عام المنزلي طبعا استمع إلى حوار أو إلى جرب مع نفسك واستمع إلى حوار أو إلى خطبة من الخطب بتركيز وبتمع ثم دون ماذا فهمت حتى تستطيع اكتب بعض الأسئلة التي تفهمها ثم تركها حتى نهاية الخطبة قد يكون قد أجاب هو أو يجيب عليها أو يعني معنى أنك بعد ذلك استمع إليها مرة أخرى وانظر ما الفرق بالاستماع الأول والاستماع الثاني ثم لخص الجدول ضع نوع المسموع موضوع الحديث ومحاوره وأفكاره الرئيسية ثم خمس فواد استفدتها من هذا الموضوع هذا نشاط لك أنت حتى تستطيع التعود فيها على الاستماع والتنمية هذه المهارة وصلى الله وسلم على نبينا محمد موسيقى